تباو لها من فضل حضرتك ما تحطيش منخيرك في كل حاجة في موضوعات بنتك يعني سيب بنتك تعيش حياتها معجوزها هتختلف معاها بعد كده حيتصالحو محيبوكويسمها بعض شوية ما تدخل ما تحطيش منخيرك في كل حاجة اتبخلوا النهاردة كذا لبسيش شربة لونه كذا اعمل ربسيلك رفطة لونها كذا اعمليله كذا لا ما تحطيش منخيرك في كل حاجة سبي بنتك خلاها تعيش حياتها هتختلف مع جوزها شوية بس بعد كده حيانضوا على بعض وقاد النتيجة يا جماعة قاد المصيبة اللي احنا شايفينها هوت امها قلت لها سبيل والميل والبيت وقاد شنطتك وتعالي جاد جاد يراحت المحافظة التانية وقعدة بقى لها ثلاث شهور وطبعا حماتها ستة ومحمود مش حارفة تعمل ايه وتتصرف ازاي زي ما بقول لها حياتك كده حاولوا معاها مرة قولها مفيش ما يقدرش نجيب شقة ان ظروفنا لا تسمح بدا واحنا ما جاوزناك ابننا جاوزناك ابننا في هذا المكان فمن فضلك تيجي ان شاء الله ربنا يهديها واصلي حوالها ويا ريت امها كمان تخنع البنت انها تعيش مع جوزها وملهاش بركة الا زوجها عشان ربنا سبحانه وتعالى يكريمها احنا لسه يا جماعة متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حجاوز بنتكلم اليهاردة في موضوع الحسد وفعلا ممكن الواحد يحسد نفسه اه ممكن الواحد يحسد نفسه ممكن الواحد يحسد مراته ممكن الواحد يحسد ولاده يعني ما يقعد يحكي او ستة يقعد تحكي قعد الستات بقى كده قعدت نميمة قعد الستات كده عودوا مع بعض فتقول لها الجوزي عمل وجاب 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 وجوزها ما جابش حاجة بس هي بتتمنظر تقوم تتحسد تخرج من القعدة دي تروح البيت تمسك في خانية الجوزها ويحصل بينهم ايه مشكلة يا جماعة العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر الاعرابي لما سألوا زمان قالوا له اسباب الحسد بقى هو فلان بيحسدك ليه لماذا يحسدك فلان فقال لانه جاري في السكن وشقيقي في النسب وزميلي في العمل فجمع بذلك كل اسباب الحسد كلام جميل قوي عايزين نفهمه فلان بيحسدك ليه لانه جاري في السكن جارك عارف مداخلك وعارف مخارجك حاليتك عادت تشوي سمك والريحة طبعا او شويت لحمة ولا حاجة والريحة ملت العمارة كلها وجيران ظروفهم صعبة فعملين يشموا بس فانت طبعا برضو هتتعب جدا وحصلك مشكلة ممكن يحسدوك وحصلك مشكلة في هادي ايه الحالة يبقى لازل تبعتلهم او تديهم او تدالي على حاجتك جاري في السكن وشقيقي في النسب دايما كده قريبة ببصلك ده بنته جابت مجموع في السنوية ده بنته جالها عريس وبنتينها ما تجوزتش ده ابنهم جاب شقة وإحنا لسه ما جبناش قاعدين بصين بقى وخصوصا قريبك وحرب السلايف وما ادراك ما السلايف والمثل المصري اللي بيقول مركب الضرائر صارت ومركب السلايف غارت غارت ليه نتيجة للتنافس والغيرة الشديدة وتدخل الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى هو في لين بحسدك ليه لانه جاري في السكن وشقيقي في النسب اريبك بصلك ده عنده ده ما عندوش ده جاب ده ما جابش وما إلى ذلك وزميلي في العالم